ديوان الواطن للتطيير يدخل ضمن اللجنة الجهوية لجبهة الكوارث ويتم التدخل حسب برنامج مضبوط عن طريق هذه اللجنة ويتم توفير الامكانيات المادية والضرورية اللازمة هذا ما يمنعش اللي فمه اشغال يقوم بها الديوان الواطن للتطيير قبل انعقاد هذه اللجنة في بداية شهر سبتمبر والاشغال هذه اللي هي تتمثل في جهر الاوديا وخاصة واد جيريانا واد جي بي سيت هذه في الطريق الوطنية رقم سبعة وتنظيف الاحواظ لتجميع المياه وهي خمسة احواظ فما تدخلات استثنائية اللي بيترب من السورات الجهوية حملات نظافة او جهر بعض المنشآت نقوم بها بالتنسيق مع السورات الجهوية من ولاية وبالديات بالنسبة لجهر الشبكة الشبكة الصرف السحل ديوان الواطن التطيير يكلف المقاولة اللي تقوم بصيانة وجهر الشبكة التطيير المقاولة هذه معنى عندها عقد مع الديوان الواطن التطيير لمدة خمس سنوات وهي تقوم بجهر الشبكة في ولاية منوبة وتبوربع جديدة والمرنجية اشتركوا في القناة